اعتمد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور حمد للشيخ معاييرات التعليم الإلكتروني في التعليم العام والعالي والجهات التدريبية ولائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني وتهدفان إلى حوكمة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني للجهات التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني كما قررت وزارة التعليم انهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارا من اليوم وطالبت الوزارة في تعميمها من المدارس الأهلية تعين قادة مدارس سعوديين مؤهلين على حسابها